النظام العصابة اللي رعنا مهوش ضد التطبيع في الأصل هو فقط ضد الصهاينة اللي يدعموه النظام المغربي لماذا؟ لو كان جا ضد التطبيع بالأصل يستقبل عباس ما هو عباس مش مطبع عباس ميليشيا تخدم الكائن الصهيوني ميليشيا كونجا هذا النظام ضد هذه العلاقات يستقبل عباس ويعطوله الأموال تعال جزائريين ما نشعرف كم من مره مئة مليون دولار لو كان جا ضد التطبيع يستقبل الجنرال البرهان الفريق البرهان تعال السودان قبل أسبوع كان في الجزائر وهو من المطبعين لو كان جا ضد التطبيع ياخذ موقف من نظام مصر هو أكبر المطبعين وأول المطبعين نظام الأردني استقبل الملك عبد الله قبل سنة وسنتين في الجزائر النظام السعودي اللي راه هو ماشي مش برك للتطبيع اللي مع أكثر من التطبيع قضية مش تطبيع القضية الخصومة ما بين بينكم وبين نظام المغربي هاي المشكلة وهذه المشكلة راه جايبة كوارث كبرى على الجزائر وعلى المغرب وعلى المنطقة وما زالت ما زالت الأمور وما كمش فاهمين أن حل هذه الإشكالات بينكم وبين نظام المغربي أو بين الدولة الجزائرية والدولة المغربية هي الأصل اللي يحل المشاكل الأخرى كلها وهاكم مرة مرة نقولوها للشعبين ويبدأوا الناس يتسببوا من هنا والهيه إلى آخره نعطيكم دليل آخر تحبوا تسمعوا دليل آخر تشوفوه أنه موجودة للتطبيع بل بالعكس عندهم حتى علاقات تجارية هاني نوريه لكم لو تروح إلى موقع أي واحد منكم يروح إلى موقع اسمه tradingeconomics.com طبعا بالإنجليزية ما هو اسمه tradingeconomics.com واش يقول هذا tradingeconomics.com يقول استوردت إسرائيل من الجزائر في عام 2022 عام 2022 21 مليون ما قيمته 21 مليون فاصل 380 ألف دولار وهذا حسب Comtrade التابع للأمم المتحدة أي أن هذا tradingeconomics ما أخبر المعلومة من منظمة تسمى Comtrade C-C-O-M-T-R-A-D-E بالإنجليزية Comtrade هذا 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 اللي تابع الأمم المتحدة يقول هل نشوفه في صورة أخرى كي نحبتها هاي المعلومات لمن تظهر له إذن في 2022 كانت المبادلات 21 مليون وثلثمائة وثمانين ألف 21 مليون دولار ثلثمائة وثمانين ألف وكانت عبارة عن مواد كيميوية و Precious Metal المعادن الثمينة و إلى آخره قبلها في 2021 كانت القيمة المبادلات ألف دولار لا شيء تقريبا إذن هذا مش قديم قبل ذلك قبل 2020 كانت محدودة يعني قضية قضية بضعة آلاف أو بضعة عشر آلاف من دولار لكن في وصول تبون وشنجريحة والخطاب المنتفخ تعدد إسرائيل ودد تطبيع 21 مليون دولار صحيح هو مش مبلغ كبير لكنه يبقى مبلغ معتبر مقارنة مع خطاب ينفي وجود أي نوع من العلاقات قلنا أكثر من مرة كاين علاقات وهو الدليل الآن ومن جهة رسمية عالمية والآن هذا مش عمل قال والله كان في أيام بوتفليقة والأيام القيد صالح لا الآن ومعلومات موجودة الآن ويستطيع أي واحدة يطلع عليها وبعد هذا اللايب ممكن ننشرها أيضا أو غدوة لديهم يكذبون أكثر من ما يتنفسون لديهم إشكالية لأنهم عارفون أن الشعب جزائري ما يقبلش هذه الأشياء فيكذبون معناش علاقات مع إسرائيل وإحنا ضد إسرائيل لكن لما تجي للأمور العملية ضد إسرائيل ما يدروهاش ما دروش وش در جنوب إفريقيا ولا نضموا إلى جنوب إفريقيا ولا شيء لكن في الخطاب كلم كبير ولما يجي الآن نجو حتى في خصومتهم مع الإمارات يقول لك لأنها جابتنا التطبيع وتحبت تضغط عليه باش نطبعه مش صحيح قولوا الشعب جزائري الحقيقة وهو أن هناك إشكالاتين أن الإمارات تحالفت مع النظام المغربي وأن أنتم اختصمتم معهم في موضوع ليبيا وأصبحتم أنتم في معنى في القطر التركي هذه الحقيقة إضافة إلى أنكم وجدتم مئات من المسؤولين العسكريين والمدنيين هربوا أموال أموال ضخمة إلى الإمارات وذكرتنا أحد كبار جنرالات وهو المشتريات العسكرية ونستقدر ترجع إلى أنترنت وتلقى اسمه رشيد شواكي أو شواقي قتل تحت التعذيب قبل أسابيع لأن هذا بمئات الملايين إلى مش أكثر من الضلالات كان هو مشرف على شراء الأسلحة وكانت تهريب المال يذهب إلى الإمارات والحقيقة أن العلاقات ما هو الأخضر برقعة كيف دخلوا قاعد صالح للسجن قالوا ماذا ذهب تتفعل الإمارات ثلاث مرات منذ بداية الحراك قال هلو في جوان 2019 وبالمناسبة قالك في اللايف الجايد نجيبوه نجيب لكم مقطع من لنوش قلتنا أنا ذاك للقايد صالح وكيف خرج الشعب الجزائري وندد بالإمارات لشعب الجزائري كان حتى وصل يقول لهم ديروا الانتخابات في الإمارات يعني الإمارات مسيطرة وما زالت مسيطرة دركهم اخذوا هذه الخطوة متأخرة لكن أن تأتي خير ملعا لا تأتي لها يحصرهم بالقانون في قضية شركة التبخ وشركة التبخ هذه هي اللي مسيطرة على فريق بلوزداد سيربي والحقيقة راهو كاين أخطبوط انتع مسؤولين مدنيين وعسكريين في علاقاتهم مع الإمارات والقرار الصحيح هو قطع العلاقات الدبلوماسية ويستتبع حق العلاقات العسكرية والتجارية وأي نوع من العلاقات مع الإمارات مثلاً منحهم من أن يسيطروا على الاقتصاد عن طريق الميناء انتع جنجن والميناء تعالعاصمة عن الصادرات والواردات التجارية لكن ركم تعطلوا وهذا نابع لأن داخل جماعات الحكم هناك خلافات حول الموضوع مش قادرين يوصلوا إلى الفصل بالرغم من أنهم خرجوا فيما يسمى بمجلس العلال الأمن وقالوا أن هناك بلد يثير لنا القلاقل في منطقة السحي مش القلاق رأى التهديدات اسمعنا تهديدات ما ترجمة نانسي قنقر